السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اليوم سنقوم بمراجعة لجهاز استار اناف بلس سنتعرف على المزايا والخصائص المتوفرة فيه بعد هذا الفاصل سنقوم الان اخواني الكرام بفتح علبة الجهاز ونتعرف على ما بداخلها اسبهاتي هي العلبة نجد في الاعلى كتيب خاص بالجهاز ثم نجد جهاز الاستقبال وجهاز من صنف الميني يعني جهاز صغير مدخل الان بي مخرج الاش ديمي بور الو اس بي الاول ثم الو اس بي التاني هنا في هذه الجهاز هذا المنفذ لتشغيل الجهاز على اجهزة التلفاز القديمة ثم هذا المنفذ لتوصيل الجهاز عبر محول الكهرباء 12 فولت امور واضحة اخواني وهنا في الجهة الاخرى مكان توصيل مستقبل الاشارة خاص بريمونت كونترول وهنا مكان ترقية الجهاز عبر الحاسوب نتعرف على ما بداخل العلبة يعني ريمونت كونترول تلك المونت الخاصة بالجهاز ثم كابل الاش ديمي ثم الشاحن ثم مستقبل الاشارة وبطاريتان نقوم استخراج مستقبل الاشارة كي تتضح جميع امور مثل هذه العلبة هذا هو مستقبل الاشارة الكل يعرف ذلك لان اغلب اجهزة الميني تحتوي على هذه القطعة وهي ضرورية لتشغيل الجهاز هنا نجد هذه القطعة هذه القطعة هي لتتبيت الجهاز خلف بالنسبة لتتبيت جهاز هذا الجهاز خلف التلفاز او في الحائر بهذه الطريقة بهذه الطريقة على هذا الشكل واحد معي ثم نقوم بتتبيتها باللساق خاص بها بهذا الشكل هذا هو اللساق نقوم بازالة هذا الجزء من الاعلى والجزء من الاسفل ونقوم بتتبيته هنا ثم نقوم بتتبيت الجهاز خلف التلفاز او في المكان الذي تريده وهذا اللساق الاخر هو لتتبيت مستقبل الاشارة نقوم كذلك بازالة الجزء في الاعلى والجزء من الاسفل اما الان اخواني الكرام سوف نتعرف على مميزات الجهاز وخصائصه بالنسبة للجهاز به سيرفر دي شهر صالح لسنتين وكذلك به سيرفر اي بي توسات صالح لشهر واحد قابل للتجديد يفتح قنوات بالنسبة للسيرفر اي بي توسات يفتح قنوات البيان سبور العربية على النيلسات وبعض قنوات ال او اس ان عن النيلسات وقنوات ال ابو ضبي على النيلسات وكذلك يعني بالنسبة للسيرفر اي بي توسات فهو يحتاج الى سرعة انترنت جيدة لكي يشتغل بدون تقطعة اخواني الكرام وكذلك بالجهاز خاصية الفو اي دي لمشاهدة اخر افلام مدة وغير محدودة وكذلك خاصية اليوتوب وكذلك يتعامل مع سيرفرات السيسي كام بقوة بعد تجريبه وقد صدر له تحديث مؤخرا تمت اضافة فيه خاصية الاكستريم اي بي تي في واصلاح مشكل اليوتوب يعني اليوتوب كان في التحديثات القادمة لا يشتغل ولكن بفضل هذا التحديث الاخير التي قامت الشركة المصنعة للجهاز بطرحه في الموقع الرسمي سوف تجدونه اسفل الجهاز ويمكنكم عفوا اسفل هذا الشرح في الوصف ويمكنكم كذلك يعني بالنسبة للتحديث يمكنكم تحميله عبر الجهاز يعني عبر الجهاز فقط توصيل جهاز بالانترنت ويمكنكم تحميل التحديث اليه اما الان اخواني الكرام سوف ننتقل الى طريقة تحديث الجهاز لاضافة خاصية الاكستريم اي بي تي في واصلاح مشكل اليوتوب يعني اليوتوب تحديثات التي صدرت من قبل كان لا يشتغل على هذا الجهاز وكذلك سوف نتعرف على طريقة تفعيل السيرفور عليه وطريقة تفعيل سيرفور ال اي بي تي سات نتعرف الان اخواني الكرام على طريقة تحديث الجهاز وتفعيل السيرفورات المتوفرة عليه اولا وجبه توصيل الجهاز بالانترنت عبر مفتاح يو اس بي الخاص بالوي في ثم بعد تركيب مفتاح يو اس بي نتوجه الى نتورك ثم نضغط على اوكي نختار الخيار الاول نضغط على اوكي ثم سيظهر عندنا نقاط الوي في المتوفرة بجانبنا نختار نقطة الوي في التي نمتلك الباسورد الخاص بها ثم نضغط على اوكي ثم ننزل الى هذا الخيار نضغط على اوكي ثم نقوم بكتابة الباسورد الخاص بنقطة الوي في ونقوم بالضغط على الزر الازرق من جهاز التحكم يعني من التيل كومون ثم ننزل الى هذا الخيار نتركه yes اما هذا الخيار yes لكي يتذكر الجهاز الباسورد الخاص بالوي في كلما قعدنا تشغيل الجهاز ونضغط مباشرة على الزر الأحمر ليتصل بالإنترنت ننتظر قليلا بعد الضغط على الزر الأحمر تظهر لنا هذه الرسالة ننتظر قليلا رأيت ما يظهر لنا API الخاص بالروتر هذا هو API الخاص بالروتر يعني الجهاز متصل بالإنترنت ننتقل الآن إلى طريقة تحديث الجهاز بالنسبة لتحديث طريقة تحديث الجهاز نتوجه ندخل إلى Network نضغط على OK ثم نختار الخيار الثالث نضغط على OK ثم ننتظر رأيت ما يقوم بتحميل التحديث أمر واضحة أمامكم هذا هو التحديث ننزل إلى هذا الخيار إخواني راحدوا معي نقف أولا لكي نقوم بتحديث الجهاز يجب أن نقف على SoftWare ثم ننزل إلى هذا الخيار هذا الخيار Server Version ثم نقوم هذا هو التحديث نختار آخر تحديث وهو V41-43-70 راحدوا معي سأقوم بقلب التحديثات لكي تتأكدوا يوجد تحديث V41-43-70 ويوجد تحديث V41-44-76-01 بالنسبة هذين التحديثين هما نفسهما ولكن كل تحديث يتوافق مع كليويفي خاص به قد تمريرون هذا التحديث متى على سبيل المثال V41-44-53-70 والجهاز بعد تمرير التحديث يعود جهاز اشتغال ولكن لا يتعرف على مفتاح الويفي ماذا ستفعلون؟ ستقومون بإعادة بتمرير التحديث الآخر اللي هو 1 ستلاحظون هنا 1 V41-44-76-01 يعني كل تحديث أنا بالنسبة لي جربت هذا التحديث 1 V41-44-76-01 لم يتعرف قام يعني قمت بتمرير التحديث للجهاز ولكن بعد إعادة تشغيل الجهاز لم يتعرف لي على مفتاح الكلي الخاصة بالويفي فقمت بتمرير هذا التحديث V41-44-53-70 قمت بتمرير هذا التحديث تقفون على التحديث المعين الذي تريدون تمريره لجهاز ثم تضغطون على الزر الأحمر مباشرة الزر الأحمر من الريمونت كونترول على هذا الشكل وننتظر يقوم بالتحميل ها هو هنا الأمر واضح إخواني ننتظر إلى أن يقوم بتحميل التحديث بعدما يقوم بتحميل التحديث سينطفئ الجهاز ويعاود الاشتغال وسأقوم بتكملة الشرح معكم ننتظر الآن إعادة تشغيل الجهاز بعد تمرير التحديث له ها هو الجهاز قام بإعادة التشغيل ننتظر قليلا تعرف على مفتاح الويفي سنتعرف الآن على طريقة تفعيل السيرفور على الجهاز لقد تم الاتصال بالإنترنت كما تلاحظون لكي نتمكن من تابعوا معي سأقف على قناة مشفارة لكي تتضح الأمور بهذا الشكل سنقف على هذه القناة ثم سنقوم بالضغط على F1 F1 موجودة عندنا هنا F1 نقوم بالضغط عليها ومباشرة بعد الضغط عليها نضغط على 111 يعني نضغط على 1-3 مرات نضغط على F1 ثم 111 على هذا الشكل F1 111 سيظهر لنا هذه القائمة عندنا نقوم بتفعيل Twin Protocol جميع هذه الخصائص نقوم بتشغيلها من Off إلى On بهذا الشكل نقف عليها ثم نقوم بالضغط على الزر زيادة الصوت بهذا الشكل ثم نختار الثانية نفس الطريقة الثالثة نفس طريقة نفس طريقة ثم نضغط على OK ننتظر قليلا ثم نقوم بالضغط على F1 مرة ثانية F1 مرة ثانية على هذا الشكل ثم نقوم بالضغط على 3 ستات سيظهر لنا هذا الخيار عندنا هنا به سيرفور D-Share ركزوا معي على سيرفور D-Share ننزل إلى الخيار الثاني ثم نضغط بالزر الصوت لتغير من ON بالنسبة للقنوات على أسرا جميع القنوات تشتغل مع قنوات الفرنسية لحد الساعة قد يصدر لها تحديد مستقبلا إخواني الكرام لكي يقوم بفتحة القنوات أما جميع القنوات أخرى فهي تشتغل بشكل جيد سنقوم الآن بالخروج لكي نتأكد بالنسبة إخواني الكرام هذه القنوات تشتغل القنوات التي يفتح هذا السيرفور تلون باللون الأحمر ويمكن أن تلون بالأزرق أو الأخضر سأقوم في شرح قادم بطريقة تغيير لون هذه القنوات التي يفتح هذا السيرفور سنتوجه الآن إخواني الكرام إلى طريقة تفعيل سيرفور EP2S لاحظوا معي سندغط على F1 F1 ثم نضغط على 111 F1 111 على هذا الشكل ثم ننزل إلى هذا الخيار الأخير EP2S على هذا الشكل عفوا قمت بالضغط على 111 ثم ننزل إلى هنا الخيار الأخير EP2S نضغط عليه ثم نقوم بتفعيل هذا الخيار من هذا الخيار من OFF إلى ON بالضغط على الزر يتغير الصوت بهذا الشكل أصبح ON ثم نضغط على الزر الأحمر الزر الأحمر وننتظر قليلا أمر أمر واضح بعد الانتظار قليلا يظهر لنا بأنه تم تفعيله في 18 3 2018 وسوف ينتهي 17 4 2018 يعني شهر من EP2S تابعوا معي سنقوم بالتوجه إلى القنوات التي يفتحها ال EP2S على هذا الشكل نضغط على الزر الأخضر لكي نبحث عن القنوات ثم قنوات أبوضا بسبور نضغط عليها ننتظر قليلا رحلوا معي قام بفتحها نقوم بتغيير إلى قناة أخرى قام بفتحها بدون مشاكل بالنسبة يعني لا أريد التوقف على القنوات بشكل أكثر لكي لا يتعرض الفيديو للحضر سأقوم باختيار قنوات ال BN العربية لاحظوا معي ثم نختار أحد القنوات نضغط عليها ننتظر قليلا أمور هذه واضحة إخواني هذه القنوات تشتغل EP2S كي تتأكدوا ها هو أمامكم أن نلصت جميع الأمور واضحة إخواني الكرام سنقوم الآن بالخروج نقوم بتغيير إلى قناة أخرى كي لا يتم حضر الفيديو إخواني الكرام بالنسبة لل بالنسبة للقنوات تأخذ بعض الوقت بعضها يشتغل والبعض الآخر لا يشتغل إخواني الكرام المهم عندنا إخواني هو قنوات البيئان العربية على النيسات تشتغل بال EP2S بشكل جيد فقط أنا أشتغل فقط بالتروجي أقوم بتوزيعها منها الهاتف إلى الجهاز الاستقبال تشتغل بشكل جيد إخواني الكرام أما الآن إخواني سوف ننتقل إلى خاصية اليوتيوب ونتأكد هل تشتغل جيدا أم لا تابعوا معي نختار اليوتيوب ثم نضغط OK ثم ننتظر قليلا أمور واضحة إخواني لأن أشتغل لأن الانترنت لدي بطيئة يأخذ بعض الوقت سأقوم على قناة راحبوا معي سأقوم بالتجربة على الشروحات الخاصة بي سأقوم بتوقيف الشرحة حتى أقوم بكتابة الاسم بالكامل أمور واضحة إخواني بعد كتابة الاسم الخاص بي قناتي على اليوتيوب نضغط على الزر الأزرق ننتظر قليلا وهذه هي الشروحات الخاصة بي يعني مجموعة من الشروحات مثلا على سبيل المثال سنقوم بالدخول إلى هذا الشرح على سبيل المثال إلى هذا الشرح إلى هذا الشرح نضغط على OK ننتظر قليلا سأقوم بزيادة الصوت هاي الأمور واضحة أمامكم أننا نشتغل على اليوتيوب أمور واضحة إخواني يعني اليوتيوب يشتغل بشكل جيد وهذه هي خاصية Extreme EPTV سنجدها هنا Network نضغط على OK ثم Extreme EPTV هاي أمامنا عندنا هنا هي فارغة إخواني يجب إدخال إليها اشتراك Extreme EPTV لكي تشتغل عندكم أتمنى إخواني الكرام أن تستفيدوا من هذه المراجعة وهذا التوضيخ للمزايا وطريقة تفعيل السيرفور على الجهاز أتمنى أن أكون قد وضحت لكم كل ما يخص هذا الجهاز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته